المسجد الأقصى فراس ناجي فايز القزاز قارئ ومؤذن المسجد الأقصى المبارك يجب على المؤذن أن يلتحق في دورة أحكام التجويد لتنفعه في قراءة القرآن وفي الأذان بالتحديد لأن الأذان له قواعد وله أسس وهناك مخارج للحروف يجب أن تكون متقنة فيجب عليه أن يلتحق في دورة التجويد ليتمكن من رفع الأذان بالنسبة لوباء كورونا الذي حل بنا وحل بالعالم كله أثر على الناس جميع بدون استثناء ونحن أيضا من الناس طبعا شعور حزين وشعور مؤلم علينا لأنه سابق ما تمر لأول مرة علينا يعني أنا أيضا أحيي الأمسيات الرمضانية كان عندي أمسية اللحظة اللي أكون حزين فيها حينما أخرج من مركبتي إلى المسجد الأقصى المبارك عندما أمشي وأدخل الباب حيث كان سواء باب السلسلة أو باب الأصباط وأبدأ بالسير في ساحات المسجد الأقصى أنظر يمينا وأنظر شمالا لا أرى أحد أكون وحدي وأحيانا أبكي وأبتهل إلى الله لكي يعيد المصلين إلى المسجد الأقصى نهاية حديثي أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة ساعة السحر الذي فيها رحمات من الله سبحانه وتعالى وفيها بركات ما من عبد يستغفر إلا يغفر الله لا ما من عبد يسأل إلا يعطي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء وعن الناس أجمعين وعن بلاد المسلمين كما وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا شهر رمضان ونحن في أحسن حال وأهدئ بال وأن يعيد المصلين إلى بيوته آمنين مطمئنين مستبشرين وما ذلك على الله ببعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر